مصانع السكر بدأت موسم العصير لمحصول أصب السكر في أسوان والمصانع دلوقتي بتشهد انتظام عملية التوريد من المزارعين وفي تسهيلات كثيرة قوي بتحصل وبتتم لتوريد أكبر قدر ممكن من المحصول عشان يكون في وقت قياسي معانا على الهاتف المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراعة بأسوان نعرف منه كافة التفاصيل صباح الخير على حضرتك صباح كلها أستاذ أهلا بيك يا فندم كل عامكم خير ومصر كلها بأحسن حال إن شاء الله وحضرتك بالفخير يعني حابين نعرف منك طبيعة الموسم السنة دي وجودة محصول الأصب وكمان الكميات والله حضرتك الحمد لله في هذا العام إن شاء الله افتتح معالي الوزير المحافظة الشبابيك قطيع شارة البدء باستقبال موسم التوريد محصول قصب السكر في مصنع سكر قومبو بمحافظة أسوان يوم الأربعاء 23 أطناكر 22 وإن شاء الله موسم مبشر وإحنا عندنا في محافظة أسوان منذرع بمحصول القصب هو محصول الأول الاستراتيجي عوالي 88400 ألف فدان حضرتك إن شاء الله احنا نتمنى من الله العليل قدير إن شاء الله يبقى فيه محصول جيد وفيه طبعاً نحنا كمدريب زراعة فمباشرة هذا المحصول من بداية الزراعة حتى الحصاد لا إن شاء الله يبقى فيه محصول جيد ومبشر بالخير للمزارعين والدولة عظيم بشمانس محمد لو هنقارن ما بين محصول السنة دي ومحصول السنة دي هل فيه نسبة تغيير أو زيادة وهل هذه الزيادة نتيجة توسع رأسي ولا أفق والله ما عليك هو النحيتين بداية طبعاً السنة دي إن شاء الله يبقى فيه متوسط الإنتاج يبقى أعلى للفدان وفي نفس الوقت حضرتك برضو بالنسبة لا فيه توسعات أفق ورأسي من نحيتين فيه تكسيب في الزراعة وفيه توسع في الزراعات الجديدة وخاصة في كوبومبو ووادي النعرة ووادي صعيدة في إتفون عظيم طيب لو هنتكلم عن الجودة لا الجودة إن شاء الله نحن نبشر أخواننا المزارعين طبعاً أطلق فخامة السيد الرئيس الجمهورية طبعاً وإحنا محافظة أسوان حابت في محافظتين بإنتاج زراعة شتلات القطب الأولى في مركز كوبومبو على مساحة 26 فدان تنتج 15 مليون شتلة كل ثلاث شعور والثانية بقرية الأشراب بوادي صعيدة بمركز إتفون محافظة أسوان على مساحة 90 فدان تنتج 80 مليون شتلة والشتلة طبعاً بتطلع على ارتفاع من 20 إلى 30 سنطي معاملة كميوياً ضد الأمراض والسطريات وفي لئة مناسبة وفي نفس الوقت نحن نمبرع المزارع ثلاث شعور من الزراعة وفي نفس الوقت بتجدي إنتاج عالي بتوصل متوسط إنتاج الفدان من الزراعة بالقصب بالشكل حضرتك بتوصل لـ 70 طن نحن ندينا متوسط إنتاج القصب بالنسبة بالعقلة 35 طن للفدان لا حجة فيه وفي نفس الوقت ممكن نشتغل فيه كترقيع بالنسبة للزراعات القديمة من محصول القصب لا إن شاء الله دي أحنا المحطتين دولنا مش موجودين ولا في أفريقيا ولا في الدول العربية والحمد لله محافظة الصفحة طبعاً تحت رعاية فخامة السيد الرئيس الجمهورية حبى أسوان بهذه المحطتين وفي نفس الوقت إن شاء الله ده حيساهم في زيادة إنتاج محصول القصب إن شاء الله في العام القادم وحي تبدت إن شاء الله في النوسم الربيعي زراعة بالشكل بالقصب في محطة كومبو إن شاء الله والدولة والقيادات السياسية بتولي اهتمام كامل بمحصول القصب طبعاً ده بالنسبة معصول استراتيجي وفي نفس الوقت طبعاً ده لا غنى عنه بالنسبة للفرض والمجتمع أكيد طيب بش مهندس محمد يعني هل التوريد ليه عدد أيام معينة ولا لما بيخلص الكمية بس كده خلاص يعني حسب الكمية بتبقى إيه لا هو بيبتدي حضرتك من نهاية شهر ديسمبر وإحنا احتعدينا السنة دي بتدى في مصنع كومبو في 23 ديسمبر غالماً بنتهي في نص شهر من أيه ماشي حلوة طيب أسعار التوريد عامل إيه بش مهندس والله الحمد لله القيادة السياسية استجابت لارتفاع الأسعار وزودت سعر طن من قصب إلى ألف ومئة جنيه للطن الواحد كان سن الفاتج سابقاً 820 جنيه للطن ودي طبعاً الدولة بتتماشى مع زيادة الأسعار وتنصف المزارع وفي نفس الوقت احنا نتمنى برضو زيادة برضو بالنسبة لمحصول القصب بالنسبة للثمن حتى يكون مجزي للمزارعين وحتى طبعاً احنا فيه تكاليف برضو عالية بالنسبة في استعلاك وإنتاج محصول قصب السكر طيب لو بنكلم على أبرز التسهيلات اللي يمكن الدولة وفرتها أو تم تركيز عليها للمواطنين يعني في عملية توريد الأصب بالزيت كانت اي يا فندم؟ والله بداية احنا كالدولة توفرت السماد والحمد لله سندي بداية ما كانت فيه أي مشاكل للسماد السماد كان متوفر من بداية الموسم حتى تاريخه الحمد لله ثانياً طبعاً بالنسبة للتعافضات بالنسبة لمزارعين في سهولة وعيصر عن طريق بالنسبة للجامحيات الزراعية والإدارات الزراعية ومكاتب الزراعية بمصانع سكر سواء كوبومبو أو إتفو احنا عندنا في محافظة السكر في مصنع كوبومبو في مركز كوبومبو والثاني في إتفو في مركز إتفو ولا فيه تسهيلات بالنسبة للتوريدين في التوريد وفي نفس الوقت بتدي برضو سلف حكمها للمزارع بتدي حضرتك من بداية شهر أكتوبر شهر عشرة أي واحد عايز فلوس مكبية بياخدها عن طريق البنك التنمية أو البنك الزراعي حالياً البنك الزراعي المصري طبعاً ده في توفير على تدير أنه يقدر يفوى المحصول بتاعه ويورده لمصانع سهولة ويسر تمام ده ضمن الزراعات التعاقدية فندم؟ بالضبط كده بيعتبر محصول تعاقدة الأول في محافظة السواء طيب ده عظيم جداً بكل تأكيد الأصب والزراع بشكل عام متأثرة بالتغيرات المناخية وارتفاع درجة حرارة الأرض اللي بتؤدي إلى ظهور بعض الحشرات والآفات هل ده كان موجود عندكم؟ ولا لا؟ وإزاي المدرية قدرت تساعد المزارعين والفلاحين في مكافحة هذه الآفات؟ والله الحمد لله الحمد لله إحنا أقل ضرر بالنسبة للتغيرات المناخية وطبعاً ليه آثار سلبي بالنسبة على جميع الزراعات وخاصة للقطاع الزراعي تحديداً أحنا مدرية الزراعة الحمد لله عن طريق إدارة المكافحة الآفات والتنصيق مع الإدارات الزراعية لا بتجوم بدور بارز وحيوي في مقاومة أي أمراض وغاصة من الحكرة القصرية ودودة الجصب الكبرى والطغرة لاقوا جميع الأمراض وفي نفس الوقت بنعمل حملات بنسبة حملتين بالنسبة للقوارض عكس الفيران ده الأدو الأول بالنسبة لتدمير معصول قصب السكر لا بيعملوا في نفس الوقت الزملاء المرشدين الزراعين بنعمل حقول استرشادية بيقوم على أكمل وجه برحضك بنعمل حقول استرشادية فيه ندوات استرشادية مكثبة بيستعمل حضرتك في الإدارات الزراعية والجمعيات الزراعية وبنطلع برضو حقلي وفي نفس الوقت طبعا عن طريق الكشفين بيبقى فيه مرور دوري في حالة ظهور أي إصابة لا بتتقاوم على طول في وقتها وفي نفس الوقت طبعا الوزارة بتولي اهتمام في توفير المبيدات اللازمة للمقاومة سواء مقاومة كيميائية أو مقاومة حيوية كل شكرا لك المهندس محمد محمدين وكيل وزارة الزراع بأسوان شكرا لك يا فندم بنتمنى لكم التوفيق